تلاميذ يجلسون في مكان فضاء يتلقون تعليمهم دون مدرسة ومدرسات يشرحن دون وجود سبورة المشهد ليس في بلد منكوب يعاني زلازل وانهيارات أو ويلات حروب أهلية لكنه في قرية الكفاح أو قرية 11 بمنطقة الحفير التابعة لمركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ تخيل طلاب مدرسة يتلقون تعليمهم في عز الشتاء ما بين الشارع ومركز الشباب بعد أن أصدرت هيئة الأبناء التعليمية قرارا بإخلاء المدرسة فقام الأهالي بنقل التلاميذ إلى مركز الشباب لمتابعة الدراسة إلى أن إدارة مركز الشباب طردت الطلاب والمعلمين إلى الشارع ولكن تدخلت المحافظة وأعادتهم من جديد الغريب أن المدرسة لم يصدر قرار بإزالتها حتى الآن في حين اتهم مدير إدارة الحمول التعليمية بكفر الشيخ الإخوان بتضخيم القضية طلب على الأرض وسط أقوام القمامة وطولات الدراسة في عرض الشارع مشهد ليس خياليا من مشهد سينمائي يحكي عن بدايات المدارس في عصور ولد ولكنه مشهد واقعي في قرية بمركز الحمول محافظة كفر الشيخ الواقعة وحسب أولياء الأمور بدأت عندما قامت إدارة التربية والتعليم بإخلاء المدرسة من أجل القيام بإعادة بنائها وذلك دون توفير مدارس بديلة لهم فقام أولياء الأمور بجانب الطلاب بافتراش الأرض بعد الحادث طلب المعلمون من الطلاب بالتوجه إلى مركز الشباب الخاص بالقرية من أجل إكمال العام الدراسي الأول قبل أن يقوم المركز بدوره بترضي الطلاب مجددا إلى الشارع القصة والتي تتكرر في أماكن أخرى ولكن بحجم إهمال أقل حينا وأكبر أحيانا أخرى ففي بداية العام الدراسي الأول أصيب ثلاثة تلاميذ داخل مدرسة التحرير الإبتدائية بمنطقة بولاك الدكرور بجروح بأماكن مختلفة إثر سقوط مروحة صقف عليهم في أول يوم دراسي كما لقى الطالب أدهم محمد أحمد بمدرسة أمين النشرتي بمحافظة الجيزة مصرعة وأصيب طالب آخر عندما دهستهما سيارة أغذية كانت داخل المدرسة إلى جانب عشرات الحالات الأخرى التي لم يصلت الإعلام الضوء عليها وهكذا ومع مرور الوقت بدون وضع حلول جذرية لمشاكل المدارس في مصر فإن الأوضاع المتدهورة والمتأثرة بسوء البنية التحتية ستؤدي إلى المزيد من الضحايا وإن لم تكن الإصابات بدنية فالبعض يتحدثون عن أضرار نفسية للطلاب قد تزيد خطورتها عن الضرر البدني ولمناقشة هذه القضية نضم إلينا الكاتب الصحفي سليم عزيز أستاذ سليم أهلا بك أهلا بك ده ممكن يكون شيء عادي يعني مدرسة ممكن تكون تصدعت خطر على التلميذ فنقلوهم مركز الشباب مركز الشباب قال لهم لا ما فيش حق اللي يكتبوا هنا فعلى ما ينقلوهم تاني لمكان تاني أو مدرسة كانت بعيد يعني حصل شوية حاجات خلت الولاد يعودوا على الدكك أو التخد بتاعتهم في الشارع المهم من العملية التعليمية شغالة ده ليه بقى التضخيم من قبل الإخوان زي مدير إدارة الحمول ما قال لكن اسمح ليتجاوب بعد إزاعة هذا الخبر العاجل حيث يعني قتل مواطن خلال تفريق الأمن لتظاهرة في منطقة الحضرة بالإسكندرية قتل مواطن خلال تفريق الأمن لتظاهرة في منطقة الحضرة بالإسكندرية طبقا لمصدر طبي هذا الموضوع يعني الموضوع أنه القصة ليست قصة تضخيم القصة أن هناك عندما تكون هناك أزمة بهذا الشكل أنا أعتقد أن المشكلة ليست مشكلة هذه المدارسة إنما هناك كثير من المدارس تعاني حقيقة من أوضاع بائسة جدا في هذه المدارس أيضا المشكلة كما أن الدولة كلها منصرفة إلى فكرة تصدي المظاهرات فكرة الحفاظ على كرسي العرش فكرة الحفاظ على شخص حلم ورأى في المنام أنه سيكون رئيس للدولة وبالتالي هناك حالة انطراف عام ناحية حماية هذا الكرسي دون أي انشغال بالعملية التعليمية يعني هو الموضوع ليس فكرة للإخوان الموضوع بيوصفه مدير عام إدارة الحمولة التعليمية بكفر الشيخ بشكل يعني كأنه طبيعي مدرسة إلى السقوط صدر لها قرار هيقول لها مركز الشباب ده يدل على حرص الإدارة وحرص النظام زي ما حالك بتقول على العملية التعليمية وفي سؤال ولا كان ممكن يدي الولاد أجازة أسكولية لا 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 في سؤال مهم جدا يعني هو برضه ما عملش حاجة يعني فكرة أنك تنقل التلمزة إلى مركز الشباب دي ما عملش حاجة إنما في سؤال ما الذي جعل المدرسة أن تظل موجودة وإلى أن تتصدع وإلى أن يصدل لها قرار بالإزالة لماذا لم يجري كان لديك في أربع شهور أجازة النهاية العام الدراسي الماضي كان ينبغي على هذه المدارسة وهو تأجل العام الدراسي على قاعدة أن هناك أدمات داخل المدارس وأن هناك عملية يعني ترميم وعملية رأب هذا التصدعات الموجودة في بعض المدارس في الواضح أن هناك لا يوجد إشراف حقيقي على هذه المدارس ونحن لدينا أزمة اسمها هيئة الأبنية التعليمية لأن هيئة الأبنية التعليمية ذيها بالضبط زي الإدارة العامة لمحو الأموية وتعليم الكبار كلتا الهيئتين بيشرف عليهم ضباط متخاعدين يعني طوال الوقت أنه قيادات هاتين الهيئتين من الضباط المتقاعدين اللي هما بلا خبرة حقيقية لا في العملية التعليمية وبلا خبرة حقيقية في عملية الإدارة ناس جاية تتعامل في هذه المناصب على أنها مكفاءة نهاية الخدمة يصبح من الطبيع جدا أنه لا توجد هناك عملية إشراف على المدارس يصبح من الطبيع جدا أنك أنت وأنت الآن يعني في الدنيا نصطلعة الأمر وإنت إلى الآن بتعلم التلمزة بهذا الشكل وتنقلهم من مكان إلى مكان هذه المدرسة يعني ربما تكون هي العنوان الأبرز لكن هذا العنوان تحت منه فيه متون وفيه كلام على أنه كثير من المدارس تعاني هذه المشكلات التي تعاني منها بس منها الخبر العاجل برضو لأنه حسب مظر طبي قتل مواطن خلال تفريق الأمن التي تظهرها في منطقة الحضرة بالإسكندرية تفاصيل هذا الخبر مع الصحفي محمود أبو راية إيه اللي حصل محمود تفضل؟ بالفعل بلغانا منذ قليل من مظر طبي بمدارية الصحة بالإسكندرية مقتل مواطن استرلتبطه بطلق ناري في البطن وتوفى على الصور قبل وصوله إلى المستشرة ومشهود العيان أكدوا لنا أن هذا المواطن أصيب بهذا الطلق ناري أثناء فض قوات الأمن لمسيرة التي حالف دعم الشرعية بمنطقة الحضرة وسط الأسكندرية هذا المواطن لم يكن أحد المشاركين في المسيرة ولكنه كان مرة بتلك المنطقة أثناء فض المسيرة حتى الآن ليس لدينا أي معلومات عن اسم المواطن أو سنه مديريات الأمن تكتم شديد جدا على تلك الحادثة وعلمنا الآن أن مدير أمن الأسكندرية متواجد بقسم ذات شرق القسم الخاص بتلك الدائرة وهناك أنباء عن اعتقال عدد من المتظاهرين وأكد لنا الأستاذ عبدالله النجار المدير المركز العربي الأطريق أن هناك محاولات لتلقيقه من قتل هذا المواطن لعدد من المتظاهرين المواطنين من تلك المسيرة وأن المشرف على تلك العملية هو مدير أمن الأسكندرية اللي هو أمينة زدين والذي يتواجد الآن بقسم ذات الشرق والذي يتواجد فيه المتظاهرين الذين تم اعتقالهم من تلك المسيرة قبل قليل شكرا لك محمود أبوريا كنت معنا من الإسكندرية طب يعني بالنسبة لهذا الخبر العاجل فعلا هناك الكثير من حالات القتل في تلك التظاهرات وجه فيها أصابع الاتهام إلى المتظاهرين أنفسهم إلى الإخوان المسلمين أنفسهم أنهم اعتدوا على المرة اعتدوا على واحد بل كنته أو قدام البيت أو كان خارج من المسجد يعني ما تعليقك على مثل هذا الخبر يعني مثل هذا الخبر من الطبيعي جدا حصل على البراءة هو أركان حكمي حبيب العدل وست المتعدين بتوه حصلوا على البراءة في قضية قتل المتظاهرين يصبح من الطبيعي جدا أن يصبح قتل المتظاهرين هو عنوان لهذا الانخلاب يعني عنوان لهذا لأنه عملية القتل جرت قبل ذلك دون عقاب جرت يام حسن مبارك جرت في ربعة جرت في المجاذر التي حدثت فيك أكثر من مكان فيصبح من الطبيعي جدا أن يصبح يعني القتل هو عنوان المرحلة يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن يعني من الذي أعطى قوات الأمن الحق في أنها تطلق الرصاص لابد أن يكون هناك تعليمات صادرت من القيادة الخاصة بهذه حندخل بعد ذلك في قصة أنه ما فيش قرارات وما فيش تعليمات وما فيش كأدلة على أن هناك تعليمات طب من الذي أعطى هؤلاء هذه التعليمات لعملية القتل ثم أنه أطبحت يعني نغم مشروخة حقيقة واستوان مشروخة الحديث على أنه كلما جرت عمليات إصابات أو عمليات وفيات يقال أن المتظاهرين أنفتهم هم الذين قتلوا المتظاهرين الآخرين لأنه حتى فكرة الشجاعة في تحمل المسؤولية عن هذه جرائم القتل لم تعد مواتية لهؤلاء القتل المحترفين الذين يمارسون القتل الآن باعتبار القتل أطبح شريعة السلطة الحكم في مصر يعني خلط العزاء لهذا الفقيد الشهيد الذي لقى حتفه وهو يعني يخرج في مظاهرة سلمية من أجل أن يطالب يعني بمطالب مشروعة هي مطالب مشروعة المظاهرات هي التي قالوا أنها جاءت بالسيسي رئيسا للدولة وقائدا للانقلاب ويحجر الآن على الفريق الآخر أن يتظاهر ومن يتظاهر فأنه يقتل طيب سلسلين بالعودة ودون إثبات على أن هؤلاء الذين يتظاهرون أنهم يحملون السلاح بالعودة إلى موضوعنا وهو موضوع التربية والتعليم ومدرسة في إدارة الحمول اللي هي خرجوا منها الطلبة والطلبة تحولوا لمركز الشباب ومدير عام إدارة الحمول التعليمية بكفر الشيخ بقول أن المدرسة يعني مشكلتها مش بالتضخيم الإعلامي ده لكن الإخوان المسلمين وأعضاؤهم حاولوا استغلال الأمر وتصوير التلميذة على أنهم يدرسون في الشارع على غير الحقيقة يا طرح الناس بقى شافت الموضوع إزاي وليت يكون حد من كفر الشيخ أو الحمول معنا في صفحات التواصل الاجتماعي إليك حسين نعم الفكرة الآن يعني الأكثر تكرارا في التعليقات يعني الطلبة يتظهروا يتأتلوا يتعملوا أو يركزوا في دراستهم يتم طردهم من المدارس إذن عظيمة يا مصر نذهب الآن إلى فيسبوك مصر الليلة ونستعرض بعض التعليقات عن هذه القضية نبدأ بحساب أبو أناوي بيقول عادي نضحي بجيل أو جلين عشان الأجيال الجاية وإحنا طول عمرنا أصلا من ضحي شحصا ما نبقى زي ماليزيا ضيب عن أبو أناوي بيقصد أن مستوى التعليم في ماليزيا بيفوق مستوى التعليم في مصر أما حساب ضاحي بيقول يعني بيصخر في الواقع بيقول يعني ممكن وأنا بمتحن ألاقي متوسكل معد من وسط الفصل أو ممكن تيجي حملة إشغالات تشيل الوضب وصلاح بن النظر بقولك أيام سودة أيضا تعليق آخر من حساب محمد علي دي حاجة حلوة خالص ما شاء الله والله المدرسة اللي عنها طالع عنها بالنقاب وهي في عز الشمس يقصد المدرسة داخل تلك المدرسة والتي ظهرت خلال التقرير أيضا حساب ما زال النيل يجري بيقول أم الفين مدرس ماما سوزان اللي كانوا دوشينا بيها واللي خدتها معاها زي سلم الديمقراطية ننتقل سريعا إلى تويتر نبدأ بحساب أيمن الحكومة لا تبني مدارس وإنما تبني سجون فقط وبكرة تشوفوا مصر خلف القطبان تغريدة أخرى من حساب كي جاي بيقول سؤال للضيوف الكرام 41 مليار اللي سرقتهم الحكومة وجابت سلاح لطاقتوا الأبناء الطلبة ما فضلش مليون جنيه لبناء مدرسة طبعا هذا الحساب يقصد ال41 مليون أو مليار اللي خرجوا تحت بند يعني تحت بند اللي هو ما لهمش عنوان روشة بتقول بلاش تعليم خالص خل العيال تفضلك في الشارع أحسن المهم تستحمل بقى تغريدة الأخيرة من خالد بيقول اللي بيحصل ده ده اللي بيسموه في الدول المحترمة التعليم المفتوح يعني أنتوا سعرين ليه واش ناس مفتري ما هو تعليم مفتوح التعليم مفتوح موجود أي مكان في العالم شكرا لك عبد زين التعليم في الهواء الطلق تعليم في الهواء الطلق لكن هي القصة بس السؤال اللي يطرح أنا رأيي أنه الخبر ناقص لأنه المفروض يتقلنا أنه المدرسة تتبنت إمتى يعني عندما تتصدع الآن ما هي ممكن تبقى مبنية بألها سنتين ويبقى السؤال من الذي استلم هذه المدرسة يعني هي فكرة أنه أطل إخوان بضخم ولا يسيد محدش بضخم المسألة أن هناك مدرسة قيلة الآن أنها فيها تصدعات السؤال لماذا التصدعات الآن يعني لماذا من الذي لم يقم بعملية الاهتمام هو الغريب وكيل مدير عام إدارة الحمول قال أن صدر لها قرار إزالة طب طالما صدر لها قرار إزالة فجأة كده يود الأولاد لمركز الشباب ما يفروض يكون فيه ترتيل وإلا هو قرار إزالة بيطلع في نفس اليوم المفروض أن هناك مقدمات لهذا القرار الإزالة يعني المقدمات حصلت تصدعات جرت والعملية التعليمية بدأة لسه ما دخلناش حتى في المنتهش نص العام الدراسي الأول يعني معنى ذلك أنه لو يوجد فيها تصدعات تستدعي قرارا من الإزالة أعتقد أنها كانت ظهرت قبل سنة فاتت يعني المسألة هنا أنه من الواضح أنه كانت تعملية الإهمال مستمرة إلى أن اكتشفوا في النهاية أن المدرسة ممكن تضطرب على رؤوس التلميذ لأجل هذا اتخذوا هذا القرار السريع المتعجل غير المدروس غير المدنة على أي أسس لكن يبقى السؤال الآن ماذا تعمل هيئة الأبنية التعليمية التي سبق لأحدى الصحف الحزبية أن نشرت عن قضايا فساد وتبديد بالملايين داخل هيئة الأبنية التعليمية ورفع الأمر إلى القضاء وقالت المحكمة أن الصحيفة مرست النقد الطبيعي لأنه في مستندات تؤكد أن هناك فساد داخل هيئة الأبنية التعليمية شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سليم عزيوز وبلقائك ننهي هذه الحلقة من مصر الليلة والتي تابعنا فيها سفارات أجنبية تغلق أبوابها وأخرى تعلق أعمالها لأسباب أمنية ودول أبعثات دبلوماسيات تحذر من هجمات ضد سفارات ومصالح حكومية فهل تعكس هذه الإجراءات مخاوف أمنية حقيقية أم أنها مجرد ورقة للضغط السياسي السيسي التقي أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ضمن سلسلة اجتماعاته بالعملين في الإعلام وتساؤلات عن أسباب تجاهله عقد أي لقاءات مع قطاعات خارج الوسط الإعلامي فما سر علاقة المشير بالإعلام على خلاف إفادات الشهود وما أظهرته تسجيلات المصورة أمين لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 من يوليو يقول إن الشرطة لم تتعرض للمصابين في رابع لفظياً أو بدنياً وإن المعتصمين هم من أشعلوا النار في قيامهم فاحترقت 37 جثة طلاب مدرسة الحامول الابتدائية في كفر الشيخ يبدأون رحلة لتلقى دروسهم بين الشارع ومركز الشباب بعد تصدع مدرستهم والحدث يطرح نقاشاً حول أوضاع مدارس وزارة التربية والتعليم إلى هنا تنتهي حلقة الليلة من مصر الليلة أترككم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة